هذه الأشروحات ممكن توديها بعدين لأمراض مثل الكنسر كان وزنة بين 95% والمئة كيلو كانت حبلة 24% إلى 30% من الأشخاص الذين شاركوا بالأستبيان هم يعانون من الأنوركسية كانوا يجبون لها بطيخة أنا تجيبين لها بطيخة عايدة تصجك فيها ماذا بطيخة؟ ماذا نساعدك أصلاً؟ هلأ لا يتلي لا يتلي عم حتيك بأخر عشر سنين عم نشوف الأنوركسية نربوزة عند العالم اللي عمرهم 30 و 40 و 50 سنة شو قصتك؟ شي أفهم شو قصتك؟ قالي من أول ما بعرفيك تعال روح نتغدى تعال روح نتعشى يا أختي دي السير كافة ما في شي ما في نوة بس اكتشفت شغلي كثير مهمة أنا وعم حاضر للحلقة فضلنا اكتشفت سريك بديك تخبريني عنه بالحلقة ولا كيف؟ نترقى لبعضين شو بعدين؟ بالشي لأنت بالموضوع بس تهيئ حالي نفسيا لأنه من كتير رادي إن شاء الله ما تتهرب اليوم الموضوع رح نحكي عن ايتينج ديزوردر أو الاترابات للأكل وكارن هي مجموعة من حالات النفسية اللي بتتطور وبتصير عادات غذائية سيئة أو غير صحية تنقسم لثلاث أقصة أول قصم اللي هو الأنوريكسية اللي هو لما الشخص يكون مهووس بالكمية الكالوريز اللي بيكون عم بيكلها أو بنوع الأكل اللي بيكون عم بيأكله تاني بارتية من الاترابات للإيتينج ديزوردر هي البنجينج اللي هي لما تكون أنت عم تاكله كميات كتير كبيرة من الأكل عفرد واقع وثالث بارتية اللي هي البوليمي أنت بس تفوت بالبنج بتصير تاكله كتير ولأنك أكلت كتير بتصير بديك تستفرغيهم البوليمي هي أنك تستفرغي كل الأكل اللي بتاكله بس البوليمي له كتير أضرار على صحتنا والشخص اللي بيفوت فيه ما بيعرف أضراره أدي صعبة أول شيء أنت عندي غلاف بمعتك يكون في بو من الماء على المعدة بتغلفها بس تستفرغي كتير أنت بيروح هذا الغلاف من بعد ما نخسر الماء بيصير فيه عندي إختارة للفيتامينز مثل البوتاسيوم ومن بعد ما يصير فيها الإختارة بيصير فيه إجروحات على المعدة هذه الإجروحات ممكن تؤديها بعدين لأمراض مثل الكنسر كنسر المعدة وفي دراسة بإلمانيا بتقول أن كل طفل أو مراهق بيعاني من البوليمية وكتير بيستفرغ على عدد سنين طويلة ممكن مش بس ينصب بكنسير فيكون عم بتوصل حالته للوفاة هذا الشي حسب مناعة كل شخص أكيد هلا تخبرك شوية عن حالته لرا أنا بالعمر أنا وصغيرة لوصلت للسبعتاش يعني وصلت على السبعتاش كان وزنة بين من خمسة وتسعين والمئة كيلو تقريباً كنت عم دق بالمئة وصلت على السبعتاشر سنة بتعرفي أجت الترمينال وإجا البرام وأنا شو لا فستان ولا تنورة ولا شيء ماشي بفوت فيه وكان عندي مش هوس يعني كان عندي حب للأكل كنت أتمنى كل علاقة زوجية تكون متل علاقته أنا والأكل هالآن؟ ايه ماشي يعني حتى كنت خاف على الأكل يعني مثلا نكون عاملين عزيمة تكونوا هالعالم ملقوحين بالبيت مثلا عننا أنا بطلب أكلاتي بحملهم نفوت على القودة بس بعدين وقفت هيدا الشي صاروا المطاعم يدقولنا على البيت ترد أمي شي روتستر شي كريباوي أبو الزوز شو بك الشي الأكل مش عم بيعجبكن بقى ما عم تطلبوا أمي تقلون لقى أنه البنت وقفتهم مدرشوا هيك وهيك صار يعني كنت دايت؟ بلاش تفوتها بالدايت؟ لا غير شي غير شي مرح تقبريني عنه خلينا نحكي أول شي عن العوارد اللي بشكلها عم بتغير الحديث بلش يا أختي خلصينا لحقين توصل للموضوع ماشي عوارد الأنوريكسية أول شي بيكون عنده وزن كثير كثير ضعيف فوق النورمال تاني شي بيكون مثلا عنده طعب عطول في إرهاق عطول بيأكل بكميات كثير كثير قليلة كثير أهل كارين ما بينتبهوا لهذا الموضوع في أولاد حتى بتكذب على أهلية أولا بعد ما في وعي بهذا الموضوع عننا كمان في قصص كثير بسيطة بتخلي الأهل ينتبهوا أن هذا الولد أو حدا عم بيعاني من الأنوريكسية اللي هو مثلا الشخص بس يكون أنوريكسيك مثلا بيصير يحضر كثير أكل بتشوفيه عم بيطبخ طيطعم غيره ما بيأكل هو بتشوفيه عم بيحضر كميات كثير كبيرة من الأكل عم بيطعم العيلة رفقاته بلا ما يكون هو عم بياكل لأنه هو مع حروم مصبوط تاني شيء بلما شخص يكون عم بيعاني من الأنوريكسي كمان بتحسي أوقات عم بيضال عم بيعلك ليل النهار بتحسي بيضال عم بيعلك كل الوقت فهذا كمان سمطوم للأنوريكسي كمان الأهل يمكن ما بينتبهو له البوليمين مثلا بديك تنتبهي لما شخص بس يكون عم بياكل مثلا بياكل كميات كبيرة بعدين فجأة بتحسي أنه قام عن الطاولة فات على الطاولات هؤلاء كمانا من عوارد البوليمين أو بيكون عم بيشرب كمية كبيرة كبيرة من الماء من بعد الأكل هذا الشي بيساعد على أنه شخص بس ينتفخ إذا شربت كتير ماء فهذا الشي بيساعده لما يفوت على الطاولات أنه يقدر يشيل الأكل اللي كان عم بياكله حتى كارين كترة السبار في أشخاص بفوتوا كتير يعني بيصيروا يعملوا سبار بطريقة مش طبيعية بيكون عندهم يمكن أوقات أوجاع بجسمهم بس ينسوا هذا الموضوع يجهلوا لأنه يكون عندهم هواس في ناس يعني كل نهار بتلاقيهم عم بيمشوا بدون يركضوا كل نهار بيبقى سبار بس طي فكروا أنه هنا عم بيحرقوا كمية الأكل اللي هنا عم بياكلوا أوقات ما بيكونوا عم بياكلوا أعرفت بوقفوا أكل بيروحوا على السبار حسيت عندي كتير معلومات عن هذا الموضوع تكفي لك بديك تكفي لك شو صار معك صلنا عمر السبعة عشر طلعت بالمريضة حسيت أنه خلص صنفبا يعني زدتا كتير ما في شي بقى كان عم بفوت فيه أبدا فراحت عند أمي وإنسى دايت يعني أنا والدايت بارمية تسيانات الدنيا كلها البلد كله رايحة عنده ما في نواة كانت مثلا قمشي دايت يومين تعطيني مثلا سناك بيحقلي أكل نوبا يتقل لي نوبا أنا نوبا ربتي بيجي 12 قطعة 12 قطعة يبقوا لسناك ما كان في إرادة أبدا نو زرو بالمرة فقررت أنا أعمل عملية رحت عند أمي قلت له ماما القصة 1-2-3 وبطلت قادرة أتحمل هالشي فبدي أعمل عملية كارين بس بدي أسألك بس كنت بوزن عالي كنت تتلقي كلمات من أصحابك بالمدرسة أو شي تتعرض لتنامور يعني كنت حبلة مما يشوف نقاس ملا أي شهر عالم ما بتعرفنا بس أنه كنت تبين ولد ما رح تكون حبلة فأوقت العالم ما بتنتبه شو عم تحكي أو يلي بطنك قدامك أنا كان هنا محر زي يعني فأعلان بطنك قدامي هؤلاء الأمور حتى الواحد لما يكون عم يكبر ما لازم الولد يكون عم يتلقى هذا الشيء كانت أعمل لها عملية أما شجعتنا ما قالت لي لا لأنه كانت شفتنا أما كانت من النوع اللي هي هي اللي وصلتنا إذا بدك ببارت معين لهون يعني أنا كان كل شيء زعلت بردونا أكل عرفتها مبسوطة يلا مناكل مرة سقطت يلا مناكل عرفتها كان هو اللي عطل أنه يعودولي بهول أصاص لدرجة أنه بأعياد ميلادة كمان نس قدوية كانوا يكونوا أكل هالقدة يعني كان كان شيء مهم عنده عالم عالم الأكل عالم خاص بكارن فعملت العملية عملت بلايكيشن اللي هي طوي معده عملتها وبلشت أضعف شوي شوي وصلت للخمسين كيلو اتنينة وخمسين تقريبا صرت حب شكلي تنعته بس هو المشكلة أنه أنت لما تكون عم تخسر وزن حتى لو أنت وعم تضعفه لازم يكون عنديك واعي أنه أنت لازم توصل إلى وزن معين بديك تنتبه هتاكلة مظبوط أكيد مش تخسر وزن أنك توقف أكل هذا أنه عندنا بالبلدان العربية بعد مش ما عندنا هيدا عن هؤلاء الأمور ما في سقافة غذائية أبدا موسيقى في دراسة عملت سنة 2019 في 2019 دكتور جاستين تاماس بجامعة الآل زايد بأبوضبي وزع استبيانات وضمن الاستبيان بيكون في أسئلة عن الأنوركسي فالنتيجة طلعت أنه 24% إلى 30% من الأشخاص اللي شاركوا بالاستبيان هن بيعانوا من الأنوركسية أو السوق التغذية وهن مش عارفين وهن مش عارفين فبيقول توماس أنه البلدان العربية يمكن بلشت تطلع من مرض السمنة اللي كان قبل السمنة زايدة بس مش عارفة حالها أنه عم بتفوت لمرض تاني اللي هو فئدان الوزن الكتير يعني بطريقة مش مظبوطة والهي الأنوركسية فنحنا نجد بحاجة لتربية كتير مهمة عن التغذية ببلداننا يكون في واعي يعني يحكوا بهول الموضوع أكيد أكيد وأصلا أنا عم بعمل ريسورج شفت أنه نحنا ما في أبدا واعي عن الموضوع أو حتى ما في فنانين يعني مثلا عم بكتفوت أنه هل في مشاهيري بيحكوا عن الموضوع ما في شيء يعني بره عادة بيستحوا هون بعض يحكوا به مية بالمية بره بيحكوا عن هيدا الموضوع حتى هلأ إذا بتسأل العالم شو يعني أنوركسية ما حدا بيعرف شو أنا ما بيعرفه مثلا بره أنجلينا جولي حكت عن الموضوع بهدف التوعية يعني هي بتعاني من الأنوركسية وصلت سنة 2016 خسرت وزن كتير وصلت للخمسة وثلاثين كيلو جرام حكيت لتواعي الأشخاص لأن المشاهير هنا بنهاية آيدل لكتير ناس أكيد حتى هلأ مع السوشال ميديا وهيك صارعنا هيدا الفكرة أنه لازم يكون الجسم مضبوط من قبل ما كانت موجودة هالأدلاء العالم صارت بتتأثر زيادة يعني صار عنا بالمجتمعات العربية فكرة الجسم الضعيف قبل ما كانت موجودة هكا صار فيها وصل مية بالمية حتى دامي لوفاتو كمان اللي بتغني بتقول أنه هي عانت من هذا الشي لكذا لكذا سنة والبروديوسر اللي كانوا معها كانوا هن يحرموها هن يفوتوها على هالخبرية كانت لما يكون عندها حفلة مثلا تكون بالقطال كانوا يشلوها بتلفان من القطال كانوا تطلب الرووم سيرفيس ايه تطلب شيء أكل كل شيء أكل عندها بالقوضة يشلوه عياد ميلادها مثلا ممنوعي يكون عندها كيك كانوا يجبوها بطيخة أنا تجبيي لبطيخة عائدة تصجك فيها شو بطيخة يجبوها بطيخة تقصها أنه الأمور بتوسطيك لهذا الشيء أنت تكون بغنى عنه مية بالمية ما تتحدث في حامل ماذا؟ وصلت إلى 52 كيلو صرت أطلع هيك بلشت هو بس ترجع تطلع بعد شهرين من العملية بتكون أنت بس عم تشرب جوسز وتاكل سوب مش أكتر سوأنا أطلع هيك بس أقدر بلش أكل قصص صغيرة بيسكويت وهيك قصص فخفت عرفتا أنه قلت لها أنه لازم انتبه صرت عم برجع أقدر أكل في مشكلة أطلعت الأكل ظلت تلاتة شهر تقريبا كل يوم بس أكل جزرة كل نهار برجع بقليك من وراء العلكة أنا ما كنت عارفة مثلا أنه ما كنت أعرفش أنا أنوريكسية بوقتها أنت عم بتعيش كل هذا الشيء وما أنك عارفة أنه مريدة أنوريكسية أنا شايف حالة كتير نورمال اللي عم بعمله كتير طبيعي أنه أنا عم بضعف واللي حواليك ما كانت مسأميك ما كانت تسألك أنا كنت كذب كنت أكلت وأنا ما كنت أكلت شربت ما كنت أعرفت حتى الماء قطعت الماء ظلت تلاتة شهر يمكن شاربك ببيتان ماء فيهم كلهم بعد تلاتة شهر صرت أنزل كتير كتير وزن يعني وصلت للسبعة وثلاثين كيلو على السبعة وثلاثين كيلو صار هون أم بلجت نحل تحس يعني صرت كتير ضعيفة فأشطت بوقتها محملوني على المستشفى نلقى احنا طبعاً اجعل حكيم يفوت عملوا له هالفحوصات كل الفيتامينز عندي وكل شيء نوع نرمال قال لي بس بدي أفهم كيف يحط نبض ما بقفي نبض قال لي أنت عم بتموتة قال له منيحة ما بنشي قردي قال لي ما فيك تطلع من المستشفى ما بتطلع هو أنت ليه فوتوكي على المستشفى لأنه ما كيفيكي بقى تمشي ما كنت أدرة بقى كتير ما عندي قوة وعطول دايخة ومتدايقة ما هو الحقيقة لأنه ما في زلزة ما في شيء عم بيضع على جسمي فكنت بالمستشفى قال لي أنه بديك تجربة ترجع تطلع من الخبرية يعني لأنه ما حتى هون بعطونا عند بسيكولوج كمانا رحت عند كذا بسيكولوج برامات ما حسيت حالة حتى حسيته هن مش عم بيفهموا علي أنا شو بني بتخيل أصلا لازم يكون فيه أخصاء معين بخصوص هيدا الموضوع مية بالمية أصلا رح نحكي مع دكتور مليستة كمان عن هيدا الموضوع فما بتحس أنه فيه وعي حتى عند البسيكولوج بهيدا الموضوع ما قدرت ارتاح مع حدا فصرت أنا أعمل ريسيرت صرت شوف أنه في أساس أنا عم بعينيه عم بيودوني على كتير مطاريح ما كنت أنا قادرة أطلع منا بقى خلاص طرع عندي هوس هوس بالأكل حتى يعني بس رجعت بلشت شوي أكل لأنه كنت كتير تعبانة صرت على البكلة يعرفت يعني ثلاثة حبات زيتون حط ثلاثة الرابعة ممنوع أه ولا شي فاكر من هيك كتير كتير تعذبت أقدر أرجع لك كيف رجعت قررت أنه أنا لا عن جد كارن نازم أرجع أكل لأنه كنت منمشي من جزرة بنهار لرجعت هيك شوي تأكل يعني أنا أنا بلاحظ أكلي ما كتير مش غير ما كتير كنت عم باكل يعني وكتير زدت سبار عرفت صار عندي هوس يعني فتت هو ما حدا بيستوعب أنت شو بتكون عم تحسه عرفت يعني كل نهاريك ما في شي براسة إلا أنه لا أو ما لازم أكل هالأدو بس هالأدو مش أكتر من هيك حتى لما ضعفت كمان العالم مبتر أنه صرت أمره إيه مسعلك شو مسعلك أصلا يعني كتير ضعفية هيك أوكي مسعلك من أطفال المجاعة هي كلمة أكيد من أفريقيا من بين الطفل المجاعة هول الأمور كمان إذا حدا صغير عم بيتلقاه هون كمان ما بينقاله عن جد وماشر نحن هيك نحكي الأشخاص اللي قبالنا بهذه الطريقة ما منكون عارفين أصلا أنه هن عندهم مرض معين منزدلوا المرض من نوع تاني بتكون بشي بتصير بشي والأول شي هو مرض كتير معروف ببلاد بره منه شي جديد شي كتير كامن بالبلدان الأجنبية نحن عنا بعض شي بيتجاهلو يعني أو ما بيعرفوا عنه بس هو شي كتير معروف وإذا بتعمله وإذا بتقرأ وبتشوفه في سبعين مليون حالة إيتيج ديزوردر حول العالم فهو نهي نسبة كتير كبيرة وزاتت النسبة من 3.4 إلى 7.8% بين سنة 2000 وال2018 فهذا الرقم عم يكتر عم بزيد وهو يصنف الإيتيج ديزوردر من تاني هو بتاني مرتبة من بعد تعاطي المخدرات بالمرض اللي بيأدل للوفاة منه شي منه شي هيا نعم تحكي عنه أكيد منه شي عادة بس العالم أبدا منا وعيت له يعني بتشوف واحد دعيف مثل ما قلت كيف كانوا يحكوا عليك أنه مجاعة أو هيك وبيربطوها ببلدين أو بأشخاص ما لازم ينحكي هيك عنهم أصلا كارين فيه تقريبا بالسنة حوالي 10.200 حالة وفاة من وراء الأنوريكسي يعني تخيل نسبة كتير كبيرة وحتى فيه 26% بيوصلوا للانتحار يعني الأشخاص اللي عندهم أنوريكسية أو بوليمية بيوصلوا يقتلوا حالهم هو بفتكر التفكير بالموضوع بيوصل الانتحار عن جرد يعني أنا عشتها شي مرة فكرت فيها لا مش هلات أنا مقررة أنا والمخرج هلأ العشاء اليوم علينا آه كريستيان مونمور شو العشاء كارين فيه بلدان معروفة أنه هنه أكتر بلدان بيعانوا من الأنوريكسية أول شي في عنا اليابان من بعدها في عنا فليبين سينغافورة الصين كمان الصين كمان تايلند أنا أصلا بتحسيهم أنه هو الفارم الجسم عندهم تحسي كلهم ضعاف أليل تتلاقي حدا مليان أو ناصر مية مية بالمية يعني كيف أنه هيك عندهم عيون معينين بالفصولك نظريك كمان معروفين بضعفهم يعني عندهم جسم مكتير ضعيف هي الواحد أنا برأي إذا الواحد هو مقتنع بشكله حتى لو كان مليان أو ناصر صح صح ما في مشكلة أعرفته بس هي الفكرة لما واحد ما يكون مقتنع بحاله ويكون عم يتلقى زبزبات إذا بدنا من برة يعدوا يعيروه لأنه لا أنت ناصح ما حدا نخصه بالتاني مية بالمية عرفتك لو حتحر بحلو إذا هو مرتاح يعني على فكرة في الممثلة شيما المعروفة بمصر هي معروفة هيك شوا بي نصحتها بس هي بتقول بتقول لكل حدا أنه أنتوا عيشوا مثل ما أنتوا حبين تعيشوا أنا ما بفكر أعمل عمليات ولا بدي أعمل عمليات مبسوطة بحالة هيك وبتأكل وبتنصح كل الناس هيك يعني حتى مرة ببروغرام لأيلا كانت عملتوا مع الولاد كيف عندها هيك ولاد شوية كمان طبوشين تعملوا أن أنا برأيي نستكر التصوير ونأكل لأنه أحلى شيء الأكل فبتشجع الكل أنه إذا أنتم مرتاحين بجسم كون إن كان ضعاف ولا ناصحين تكونوا عم تاكلوا وتنبصتوا مهم أنتم تكونوا مرتاحين بفتكر أختك شيما هي رح تساعد بزيادة نسبة الأنوركسية كتير قريبة لا لا هلأ إذا هلنا مقتنعين أكي بس هو الولد عزغر لازم ينتبهوله أكيد أنا أما بتقلي هلأ أنا من وراي أنت صار فيك هاك أنا وصغيرة كلا كلا بيحشونها أكل بيحشونها أغلق ما حدا بيموت من قلة الأكل كعرفتك مش حرمان مهمة يعني مهمة الكمية تكون مصبوطة والنوعية والنوعية مئة بالمئة مئة بالمئة قلنا على فكرة الجاي والمتحولين جنسيا هني كمان بيعانوا من الأنوركسية مش بس النسوان لأنه في كتير بيقولوا أنه بس الأنوركسية للصبايا بس هي مش مصبوطة هي فيه زيادة بفتكر فيه زيادة أنوركسية عند الشباب كنسبة لأنه ما بيحكوا فيها عن الشباب نحن عطول البنت لازم يكون جسمها بيرفكت بس هلأ أنه حتى الشباب صارين بيهتموا بجسم أكتر من البنات أسعا في كتير متحولين جنسيا يعني بيعانوا من هيدا الشي لأنه هني بيكونوا بغيروا بجسمهم بطريقتهم فبيروحوا أوقات للأكستريم للأنوركسية يعني أنا حتى قريت لارا أنه أوقات الأنوركسية فيكون شيء إريديتار فيك تكون أنت من وراء حدا عندك بالعيلة بينقلك هيدا الشيء معقول يكون بجان أعرف هلأ من التأكد المهم أرجع لك لخبرية تقيلة أنا بهمني أعرف قد نبديك حكي جاعت طلعت بوزنة شوي للسنكات سنكات ده جاعت طلعت كمان أرجعت فتت بالبانيك أنه عم برجع أنصح شوي بس فتلك بالمجهول أكتر فتت بالبوليمية كنت تاكلة يعني هو تستفرغي فتت ضلات شي سنة ونص تقريبا كنت أكل كميات كبيرة هو يمكن قد ما بتحرم حالك بتلاقي أنه بديك تاكل كميات كبيرة من الأكل فصرت أكل كتير كتير وارجع فت كمانا استفرغون ضلت لفترة كبيرة بهذا الموضوع بعدين صرت تحس حالة مثلا بلشت تحس بعوارد غريبة مثل 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 بحة بحة بصير في بحة بصوتك هو عكترة لأنه بس تفرغي تكون عم تأزى الفوكال عندك كمانا فبعدين صرت أقرى حتى اللي بعينهم بنلبوا لي من مقول يوصلوا أنه يهروا سنانهم على قد قاله أنه بتكون عم تطلع أنت أسيد وره فلو عندك بيكون عم بيطلع فبتأزى نيرتيك وصنانك كمان في كتير أمور بتتعرض على القلة من وراء هذا الشي مئة بالمئة فأنت فتة ببانيك أنه لا بدون يهروا سنانك ولا بدك يروح تصوتيك قلت يا بنت بدك تجلسة عن فبا فرجعت كمانا هلأ ليتلي يعني رجعت طلعت شوي بوزنة هلأ صرت 50 لا منيحة لا منيحة وبدنا بعد بدنا بعد هلأ مستقرة الحمد لله مهم أنت تكوني مرتاحة مع حالي ومش عاب أبداً لقطعت فيه بالعكس أنا عن جد بحي جرقتيك أنه قطعت بكل هالمرحلة وعم تحكي عنه لأنه هذا أهم شي أنه أنت تكوني ما بشوفه شي عاب فيك تحكي فيه عادة ما بعرف لاش العالم بتشوفه شي أنه عاب وما نحكي عنه ويه لا يمكن ما بيعرفوا شي يعني أصلاً بعد كتير الأشخاص بتقولي لهم إذا بتنبش يمكن بالبلدان العربية في نسبة كتير كبيرة مظبوط من الأنوركسية ومن البوليمية وهنا يمكن بعض مش عارفين حالهم الآن راح يكون معنا هلأ دكتور مليسا رزاق نحكي شوي أكتر عن هذا الموضوع دكتور مليسا أهلا وصحبا فيك معنا مرسي أهلا فيكم حضرتك نوتريسيونيست مثل ما قلتيلي الاسبساليتي تبعك بالإيتيك ديزوردرز مظبوط يش مظبوط سوف نحكي شوي معك أول شي عن مفهوم الإيتيك ديزوردر اللي هو مفقود عنا بالدول العربية وخصوصا بلبنان مظبوط سوف نحكي شوي معكي يعني هو مرض نفسي في محل معين هوس على شكله للواحد وطريقة أكله هيدا بتنلخصها بطريقة كتير سمبلفايدة أوكي طب في أسباب معينة معروفة بتخلي مثلا شخص يعاني من هيدا الشيء أو يفوت بالإيتيك ديزوردر بنا نعلم أنه الإيتيك ديزوردر أول شيء بيكون مثل ما نقول بيكون نايم بالجنتيك سبعة الشخص دونك ممكن يخلق معه منشوفه بعيال عادة عندها كتير مشاكل سايكايترست سايكولوجيك إيشوز في عنا أول عام الكبير هو الانبعارمنت إن كان البيج متل السوسائيتي عم بحكي عن سوسائيتي في عداية كولتشور متل السوسائيتي اللبنانية أو بالميدل إيست سوسائيتي كمان فيهم The Cult of Appearance يعني كتير من حط أهمية عالمظهر عالمظاهر وكتير ويلينك في النس إن الشخص يكون ضعيف ويلينكتو بيوتي وصوشيال ستايتس وإنتليجنس وويلباور دونك هولي منشوفهم كمان السوشيال ميديا بلعب دور كتير كبير وهلا أثرنا كتير عم نشوف انفلونسرز على انستغرام وعلى تيك توك كتير عم بيفوتو وانا شو بيكل بالنهار وعم كتير عمنا من Children and Adolescents عم بيتابعوهم وعم بيتأثروا بطريقة أكلهم يلي هي كتير قليلة وعنا The Small Environment قولي لي أوكي سو هلأ لما إذا بنا نحكي مع الأهل اللي هنه هلأ الولاد كتير عم بيتأثروا بالسوشيال ميديا الأهل كيف ينتبهوا أنه مثلا ابنهم عم بيفوتو أنا لأنه من بعد تجربة أنا فتت فيها سو أهلي ما كانوا ما كانوا واعيين على فكرة The Eating Disorder أو الأنوريكسية أو كل هول الأمراض فكيف الأهل فيهم يكونوا عم بينتبهوا على الولاد أو يحسوا أنه في شي غلط عم بيصير معهم أوكي أنا أول شي بقوله للأهل أنه بنا ننتبه أنه طريقة الأكل بتتغير عند الولاد أو المراحك يعني أول شي بيبلش يقول أنه في عنده certain foods ما بق بيكلها كان مثلا من شهر بيكلها بطاطة مقلية فجأة ما بيعد بيكلها بيصير كتير مفاوكس الولاد على الهلثي بيصير كمان طريقة لبسه عن تتغير منحس أنه في تغيير كمان بالويت يا كتير بيتعب سرعة يا كتير بينزل بسرعة منشوف كمان أنه بيصير في تركيز على أنه يطبخوا ويطعموا الشخص اللي مقابلهم أو العالم اللي مقابلهم أنا كنت أعملها بيدوي كنت أعمل بناية كلها بناية كلها بناية كلها يوجد لي مئة بالمئة بتحب بتحب تعمي بيصير أوقات بيحسوا أنه الشخص بلاش يعد كالوريز بلاش يفوكس على الماكرو نيوترين قديني فيها فات وقدين فيها كاربوهايدرات كمان اللي منشوفه أنه منحس الشخص كتير بيضله مسقع كتير بيضله تعبين ممكن يخسر الدورة الشهرية طبعه أنا مثلا كنت لما فتت بالقصة كنت ما عايش شركة ترايدنت كنت بنهار أكل عشرين علبة تعلق بس أنت لاحس حالي أنه أنه ما عم بيكل كل النهار مزبوط هلأ في العلكة عندها سببين بالاقتراب الغذائي بالاقمش أو لأنه الاترابات الغذائية كتير من الأوقات تجي مع أنكزاية شخص يكون كتير عنده أنكزاية قلق الموثمين تبع بيساعد أنه يخفف الأنكزاية بس هو الأكتر سببين للتشوين نشوف بالاترابات الغذائية دكتور أنا بدأ أسألك حيال الشخص فيه كون عم يفوت بالانوريكتي أنا عادة بيكم لم أتعرض لقصص من قبل معقول مثلا وصل لعمل 40 سنة وفوت بالانوريكسية هل هناك أشخاص معينين يفوتون فيها وفي أعمار معينة بالانوريكسية وبالبوليميا ناروز عادة هل المرادين نشوف أكتر عند المراهيكين بوقت البيوبرتين 13-14 إلى 18-19 لأن هذا شخص يتغير جسمه الشخص بلاش تجيل بيلي تبعه الشخص بلاش يعمل بادي مع أصحابه مع عالم بالعيلة كوزينات فر إضافة دونك في ايدنتي كرايسيس معينة ممكن تخلق اتراب غزائي بس هل لا يتلع لا يتلع محتيكي بآخر عشر سنين عم نشوف أنوريكسية ناروزة عند العالم اللي عمرهم 30 40 وخمسين سنة لأنه وأنه مكان مدينة مدينة لأنه مدينة مدينة ومدينة مدينة 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 حسنا إذا أعرف شخص بعيني من أنوريكسية أو بوليمية كيف سيستطيع ساعده وماذا ترق العلاج هلأ وقت الشخص يعاني من اتراب غذائي بدنا نعرف أن هذا الشخص يتعذب على المدينة ومدينة ومدينة أول أخصائي الذي يكون يجعله هو شخص أكثر يعني يجعله شخص أكثر شيء مشكل يعني إذا شخص كثير ضعفان يجعله بالأنوركسيا ناروز نفضل لأنه أول أخصائي عم تشتغل معه نترشنس يوقف له الضعف يوقف أنه يكون يخسر وزن نرجع نشتغل مع المدينة مثل ما لنا بالأول أن يترشن يكون يحلل كل الاندرائي يركض أنه الشخص يسأل الاتراب الغذائي ممكن الشخص يضطر يشوف الاتراب الغذائية لا الاتراب الغذائية ما عندنا دو إلا بس الاتراب الغذائية فيها تجي مع كذا غير psychiatric disorder مثل depression مثل mood disorder مثل personality disorders هول عنا دواء لما ممكن نلجأ لدواء إذا فيه هول ال comorbidity نسمي مع الاتراب الغذائي بس هو الاتراب الغذائي الزيت وما عنده دواء عنا نترشنست عنا السيكولوجيست أنا بعمل الشغلتين سوا وعنا إذا عندنا مشاكل غير شخص سيكولوجيست سيكولوجيست أو أندوكينولوجيست إذا الشخص من وراء الأنوركسية دقات قلبه كتير خفه سيكولوجيست بس الأساسية هن الثلاث الأول الثلاث دكتور مليسا بس عندي سؤال صغير قبل ما ننهى حيال بسيكولوج قادر يساعدني أنا إذا عندي هذا الشيء لأن صراحة أنا رحت عند كذب بسيكولوج ما حسيت حالة مرتاحة أو قدرت أنه حدا يساعدني أنا طلعت من الخبرية مني لوحدة هلأ أنت أنت عالج هيدا الموضوع هل حالة بسيكولوج قادر يعالج هذا الموضوع أو لازم يكون اختصاص بالإيتين دي سوردر بسيكولوج أو الشخص يكونوا يخذين ترينيج لأنه إذا ما بيخذ هذا ترينيج يصل إلى محل لحيط مسدود لأنه ما عمري يفهم الشخص كيف يفكر لأن الإيتين دي 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 بسيكولوج 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 وبيصير ترين وما يستطيع يساعد الشخص لا منفضل دائما أنه الشخص منختص بالإسترابة الغزائلة بعد عندك شي لارا لا أنا كثير مرسي كثير لأليك لأن كنت معنا ومبسطنا فيك مرسي لكم كارين أنا أول شي يوم بدأ لك مرسي كثير على جرأتك أنه حكيت بالموضوع ومرسي على الموضوع لأنه كلنا استفدنا منه وما ما عرف إذا أحب تقول هيك شي رسالة للصراحة معي طابر وير مجدرة هيك صغير وخورت رجعت ننهات نتفضل على أكل يالله